رجح المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي تخفيض أسعار المشتقات النفطية في الأردن في تسعيرة شهر كانون الثاني يناير بنسبة تتراوح من 3 إلى 7% وأوضح الشوبكي أن الانخفاض سيشمل جميع أنواع المشتقات النفطية إذ من المتوقع أن يتم تخفيض سعر لتر الديزل من 6 إلى 6 قروش ونصف لكل لتر والكاز من قرشين ونصف إلى 3 قروش لكل لتر أما سعر لتر البنزين بنوعيه 90.95 أكتان فمن المتوقع يخفضه من قرشين إلى 3 قروش وكانت الحكومة استكملت الضريبة المقطوعة المفروضة على السولر مع بداية كانون الأول ديسمبر الحالي واستكملت الضريبة على البنزين في 22 نوفمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر